ميدانياً أعلن حاكم منطقة بولتافا أوبلاست الأوكرانية زيادة حصيلة ضحايا ضربة جوية على مركز تسوق في أوكرانيا إلى عشرين قتيلاً وإصابة نحو ستين شخصاً كما أن هناك أكثر من أربعين آخرين لم يعثر عليهم بعد من جانبه أكد الجيش الروسي أنه قصف مستودعاً للأسلحة في كريمنشوك ما تسبب في انفجارات ندت إلى إشعال النار في مركز تجاري مهجور وأكد أن الانفجارات الذخيرة التابعة لأسلحة غربية تسببت في اندلاع حريق في مركز تجاري كان خارج الخدمة